بالنسبة لأستاذة يسرى يعني احنا طبعا لما بيكون الأسرة فيها أولاد فبنقول نحاول نفكر كويس نشوف نوجد حلول ونفكر أكتر من مرة ونحاول نحل ونصل لحل وأعتقد أنه من ضمن الحل يعني استنادا على قاعدة لا ضرر ولا ضرار أن بنتك دي تحطيه عندك في البيت كده معززة مكرمة إلى ما يجي هو أو حد من أهله أخوها مع حضرتك يتكلمه مع هذا الزوج اللي بيضرب ليل نهار ونقعد برضو مع بنتنا ونسمع منها بتعمل ايه بس هو طبعا ملوش حق مطلقا وانت ما تسبيهاش أكتر من كده عشان انت بعد كده يعني اللي فتح لها ديها وخدت عشر غرز وبعدين يعني استنى لما يخلص عليها عشان هي معها أربع ولاد لا هنجيبها يا ولاد هنكرمهم ونعززهم ونقول له يا ابن الحلال مش هتكلم في طلاق دلوقتي لما تبطل ضرب وتحسن معاملتها نرجحها لك يبقى احنا كده ما سعيناش في خراب بس حفظنا على بنتنا ولا ضرر ولا ضرار إنما هو ما بيشتغلش هو زهقان هو كسلان هو عيان هي أي عزرة هيقوله لا يبيح أبدا أنه هو يبهدلها البهدلة دي وأنا بقى كأم قاعدة سكتة أو كعيلتها قاعدين من نتفرج عليها لما بنتنا تنضرب لازم تحجز أخدها كده في بيت أهلها وليها يأخدها الولي اللي أبوها أو من في مقامه لغاية ما زوجها داي بطل ضرر إنما منسيبش بناتنا كده بالمنظر حتطلعوا إيه لأربع ولاده وله حيطلعوا إيه هتلاقوا معقدين نفسين اللي شايفين أمهم بتنزف وأبوهم بيعور أمهم وبتخيطوها عشر غرز لأ لازم يبقى لنا موقف جد شوية ولازم بنتك تمسك نفسها شوية وما تخافش منه إيه اللي قاربنا يعني؟ أمهم قال لو ما كانش قاربنا كان عمل إيه؟ لابد من موقف حازم حاسم بنتنا عندنا لغاية ما تبطل ضرب وإساءة وإهانة لأ ده هي بتعمل كل ده حنتناقش فيه ونتكلم فيه إلا الضرب إلا الإهانة